كنت من أوائل الممثلين لقدموا برامج بالتلفزيون وبالفضائية السورية بالم بي سي وارتي أمل بعض الأفطار لو كنت مكاني ابتسامة تتذكرين لها صحيح طبعا أكيد بقناة لنا قدمتي برنامج حواري في أمل البرنامج لم يحدث ذاك البريق والتريند نحكى عنه وصفوا البعض بالحوار الكلاسيكي كان اليوم برأيك شو مقياس نجرح البرنامج هل هي التريندات والمشاهدات أم شو؟ هل للأسف الشديد عموما في موجه من البرامج العلاقة بالهارد توك يعني بتبقى هيك الحكي الآسي الحكي الصعب اللي هو المحكات الأساسية واللي بيسجل لاحقا سكوبات مثل ما بيقولوا وناس عم تحكي عن الناس وتريندات وقصص وكذا هذا الناس بتحبه بس بنفس الوقت الناس بحاجة كمان لبرنامج يكون كلاسيكي وين المشكلة؟ ما هذا التنوع مطلوب يعني بس يقول لك مو وقته كان هل خلوه من المهاترات والقيل والقال عن زملاء المحني يمكن أو عن الشيلي عوضهم يعني كنت كتير كلاسيك أنه أقدم الضيف أحترمه كتير أقدره أقدم معه وكنت مغطاية ع بعض الضيوف يعني حضورك يمكن وغنائك معهم وكتير كانك فوكسين على أمل فيمكن هذا اللي خلى العالم تدائر؟ أول شي مو العالم كلها تدائر عم بحكي على الانتقد هلأ اللي انتقدوا في مروع من قلب المهنة من نص المهنة تبعنا وأنا أكيد بحترم هذا الشي وحق الناس طبيعية وأنا أنا شخصيا يعني إلي على البرنامج ملاحظاتي يمكن هن بدون لسه عشر سنين تانيات لحتى يلقطوا التفاصيل الصغيرة يعني هن حكوا بأشياء تانية مهمة بس على ما أعتقد أنه إذا بدون يحكوا يعني بدون لسه عشر سنين ليعرفوا شو ملاحظاتي أنا على البرنامج نعم الشق الثاني أني أنا كنت مغطاية ع الضيوف أو شي لا هو كان له صيغة صيغة تكريمية ما كل الضيوف كانوا يفضلوا أنهم يغنوا رغم أنه نحن وعم نسجل الأغنية كانوا يمسكوا المايك ويغنوا خلاص يعني على الهواء أو التسجيل أو التسجيل ما يغنوا يعني مثلا سلافة معمار لما دخلت قالت لي أمول أنا ما بدي يغني قلت لا أوكي براحتك بس خلي المايك قدامك كذا فجأة لقيتها خلاص أوكي يعني فاتت بالجو استاذ عباس نوري مثلا كمان نفس الشي أنه ما بدو يغني لقينا مسك وغنى والأغاني لم تكن صدفة موجودة بالبرنامج يمكن طريقة الإعداد ما كانت كافية زيادة أنه ينعملها هيكي مدخل للأغنية بطريقة هيكي انسيابية لتبين أنه هي من ضمن الحوار في ضيوف غنينا لهم أغاني بتعنيهم هنن كأشخاص إلهم زاكرة عندهم هنن كان في ضعف كبير بالفرقة مثلا كنت ماني موافقة أنا أبدا كان في ضعف بالإخراج ضعف بالإضاءة ضعف بإيقاع البرنامج هذا رغم أني أنا بعدين آه يعني بتعترفي أنه كان في خلال؟ لا لا أكيد طبعا ولو طبعا حتى لاحقا صرت أطلب الحلقات اللي عندي وأعود على الإديتينج أنا مع المونتيرا يعني على تليفون أنا وياها كيف من وين يختصروا من وين يزموا من وين يعطوا راحة للضيف أكتر وإلى آخره والحمد لله للبرنامج أخدته أبو الظبي وليكو عامل عارضي عامل شغل كتير حلو عند الجمهور الإماراتي أثر عرض توقيت عرضه مع عرض برنامج يمكن كان أكلناها لباسم ياخر تحييله نفس التوقيت يعني هداك كان مختص بالتصريحات والقيل والقال يمكن عندك كان فيه شوية من الأثر العرض هنن ما بظن أنه هنن تزامنوها فترة يمكن فترة معينة نهايات في أمل وطلع برنامج أكلناها ما عندي فكرة يعني أنا ما لي فيصل بهي القصص أنا ما فيني يقول رأيي بالآخير يعني في ناس بتحب برنامج إله علاقة هيكة بالأكشن والقصص وفي ناس بتروحها لكلاسيكي يمكن هلأ أنا عم بشتغل عبرنامج تاني ما له كلاسيكي بس كمان يعني ربا ما مرحبا ولا تصريح صغير لا لا واستعينوا على قضاء حاجاتكم بالكتماعي يعني خلينا هيك خطونا معقول نفس القناة ونفس بارتولة في أمل ما فيني أحكي تجربة يعني سبقوكي أو بعدك بمعنى أنت أنت أول من قدم في الفنان أيمن زيدان باسم يا أخور شكرا مرتجة أيمن ريضا جيني أسبر صفاء السلطان وكتير غيرهم نجحوا شفتيونا حضرتيونا بالتقديم عم نحكي ما لكل شفتهم شفت هيكي مقتطفات ما كثير أنا يعني متابعة أنا لا أصلح أني أعطي رأيي بزميل من الآخر كمشاهد ما لا أصلح لأن ما فيني أفصل نفسي أني أنا بنت هذه المهنة عن أني أنا مشاهدة طبيعية أو بعيدة عن المهنة والاختصاص لذلك أنا بتحفز عن جوابك ليه ما شفناك بلوحات ببساطة مع باسم يا أخور؟ ما أصعر حكي أبدا مو صح بأنت باسم؟ لا بالعكس باسم أنا كتير بحبه ليه مجعاكي وحضرتك؟ لا لا أنا باسمي باسم يا أخور شيء لازم أسأل باسم؟ طبعا تحية إلو إذا كان عم يسمع موسيقيا أصدرتي ألبومات وأغاني كتيري شمس الطفولي على أحر من الجمر لازم نبعد أو تبعد عني وبلاك وكتير غيرهم كلهم متابعهم وسامعهم وبعرفهم رغم امتلاكك للصوت في نجمات أقل مقدرة صوتية اليوم محتلين الساحات ونجحوا غنائيا أكتر من أمل هل السبب هو الإنتاج أم مقاومات تانية ما عندك إياها؟ أم التمثيل سرائك؟ لا السبب أنا الحقيقة بكل بساطة اليوم مشروع الغناء وقلت أكتر من مرة وهلأ برجع بأختصار بحاول طبعا وبغني وبحب غني أنا يعني من وقت لتاني بحب نزل سينجل بحس الناس اشتاقت فبنزل بحب غني بالآخر صوتي لقلي السبب هو أنا لأن أي مشروع اليوم بالدنيا بدك تأخذ منه ما رح يعطيك هيك بالهوى بدك تكون عم تقدم له أنا ما أقدمت للغناء أبدا وحتى تجاربي هلأ اللي عم بعملها ولاحظ أنا قلت تجاربي بعملها لأن بحب غني يعني ما لأي منطق ربحي وما لأي راكدة أنه أخذ مكان فلان أو فلانة على الساحة الغنائية لا أبدا بالعكس هذا المشروع باختصار اسمه حكاية حكاية العاشئين هو بكل أغنية في حكاية بين اتنين بدنا نحكيها مناخذ موقف درامي ومنحكيها موسيقية ورح يتجمع أغنية ورد تانية ورد تانية إن شاء الله لحتى يصير هيك ما بعرف إذا ألبوم ولا بننظل نحطه نسنجل ما فكرنا بالشكل اللي بننحطه على قد ما فكرنا شكرا على الأيكو وفري شوي على قد ما فكرنا إنه شيء نعمله بيشبه تجربتي هلأ وبانتظار أكيد هذه الأغنية لتكون جاهزة قريبا يعني في موعد محدد قريبا جدا إن شاء الله الإسبوع الجاية إن شاء الله بلكي بستنسمعها كمان على الإدارة أكيد بشرفني طبعا بمسيرتك غنيتي كتير أغنية وطنية صباح الخير يا وطنا من أجمل أغنية ولهلأ العالم تسمعه كانت من أرحان الراحل والدك المستقار صهيل عرفي سبق وشاركتي الفناني جوليا وسوصن الحمامي بأغنية صباح الخير يا وطنا كمان كانت بالاشتراك مع فهد يجان الأستاذ فهد يجان تحية كبيرة كتير غنيتي وين الملايين يا حمام القدس وكتير أغنية وطنية صحيح فيها الوطني وفيها الشيء الملتزم هل اليوم الأغنية الوطنية بحاجة مناسبة لنغنية؟ يبتو هيك من الأسف تعودنا نغني للوطن ونحن زعلنين يعني منغني له بمصيبته بجرح بجرح أو بحماس هيك تحسه زيادة شوي يعني ما وقته أما نغني للحب وهو سليم للوطن وهو سليم ليش لا؟ غنيتي خلال الفترات الماضية غنيتي كان عم دور دور عحالي مظبوطة كلماتي والحمد أستاذ مروانخوري صحيح من أجمل ما ظني بالأزمة صراحة وتشبهنا كثير كثير حلوك كنا عم نسمع قبل الهواء تكرمتي وحصلتي على كثير من الجوائز بتونس بأبوظبي بالمغرب أفضل ممثلة أفضل الصوت يمكن وجائست أدونيا كأفضل ممثلة سورية أكتر من مرة هل أخذت حقك عربياً ومحليا؟ من أي ناحية؟ تكريمياً غالباً أي مهرجان بده يكرمني بدي دور شوي هيكي أنا شوي أكستريم بهي لصة بدي دور أنه هاد المهرجان مين كرم قبلي شو دوراته اللي كانت شو الباكراون تابعه بالزبط شو الباكراون تابعه شو الليفل تابعه شو الكذا لما أحس أنه هو مهرجان مع الاحترام يعني ومع الشكر والتأدير فعلاً لناس تتصل فيني وبتقدرني وأنه حابين نكرمك حابين كذا ما كتير بشوف حالي أنا بشبهها هذا الجو الجو بجوز يكون كتير كويس يعني وفي ناس كتير مهمة عما تتكرم فيه وتتقدم وتطلع على ريت كاربيد وكل شي بس بحس أنا يعني أنا ما بشبهها وين تتمني اليوم تتكرمي؟ وين بتحسي؟ تتمني أنا ما بتمنى أتكرم أبدا؟ لا ما عندي هذا الطموح أي حدا بيحب يقول له برافو شكراً أنا بحب بتعرف شو بحب أتكرم عن دور معين دور بعينه يعني بكون أنا عاملته وشغلته من قلبي وكذا بحب هذا شو بدي قللك هاي الحمى المسعورة بالنجاح يلي بتقرأها على السوشال ميديا لما بتقرأ كيف الناس عم يحكوا عن شغلي وكيف مقدرين عن جد وكيف حدا ما بتعرفه أنت أبداً غير أنه عندك على تويتر أو عندك على الإنستغرام أو عندك على الفيسبوك وقاعداً يحكي بتحليل علمي مية بالمية عن شغلك بعمل معين فبتمنى أوقات ايه بقول أنه لو هذا الكلام يتحول فعلاً لهيك مهرجان يحتفي بذلك يعني بس ما ما علي شخص بركض يعني في عالم تركض على التكريم يعني يستفلوا أكيد نارفاً نارفاً ترجمة نانسي قنقر